شابتر ثلاثة Electronic Structure of Elements المحاضرة الثانية The Quantum Theory أو نظرية الكم نظرية الكم The Quantum Theory is concerned with the rules that govern the gain or loss of energy from an object يعني إيه؟ يعني الـ Quantum Theory مهتمة بالقواعد اللي على أساسها الجسيم يقدر يمتص أو يفقد طاقة طيب On the Atomic Level على مستوى الإلكترونات عندنا عالم فيزيائي مشهور اسمه بلانك العالم ده قال يعني بلانك بيقول أن أصغر وحدة أو أصغر شيء نقدر نميزه سواء في فخدان الطاقة أو في اكتساب الطاقة هو اسمه فوتون وهو أصغر وحدة بتمثل الطاقة An object can gain or lose energy إزاي الجسيم يكتسب أو يفقد energy by absorbing or emitting radiant energy عن طريق امتصاص أو امبعاث energy منه طيب لما نكمل بلانك assume that the amount of energy gained or lost at the atomic level by absorption or emission is called delta E بلانك فرض أن كمية الطاقة اللي الجسيم بيكتسبها أو بيفقدها سماها delta E يعني التغير في الانرجي وحط لها قانون قال أن delta E بتساوي H وحنا عارفين أنه ميو ده هو وح هو ثابت بلانك وهو بيساوي 6 تلاتة وستين من مية في عشرة الصماء سربعة وثلاثين جول لكل سكند ميو احنا عارفين أنه frequency وهنا إذا الالكترون مثلا كان موجود هنا وفي ground state وامتص كمية من الطاقة هيحصل له إصارة ويطلع إلى مدار أعلى في الطاقة ولو العكس لو فقط الطاقة بتاعته هيرجع لي المستوى الأصلي اللي كان فيه وبالحالة دي هيحصل إميشن للطاقة دي delta E زي ما قلنا بتساوي H ميو وحنا خدنا قانون اللي هو ميو بيساوي C على لمضة يعني delta E ممكن نقول إنها بتساوي H في C على لمضة خلينا ناخد مثال عشان نقرب الصورة calculate the energy زي أن object can absorb from yellow light was لمضة بتساوي 589 نانوميتر احسب كمية الطاقة اللي الجسيم ممكن يمتصها من الضوء الأصفر اللي الطول الموجي بتاعه 589 نانوميتر هنطبق قانون لسه واغدينه delta E بتساوي H ميو delta H آسف delta E بتساوي 663 في عشرة والصناقة 34 مضروبة في الميو هتطلع عندي delta E بي الجول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر